شهدت الجمعة الأولى من رمضان تنفيذ مسيرات ووقفات بمختلف مناطق المملكة تنديداً بعضوان الاحتلال على فلسطين وتأييداً للمقاومة الفلسطينية في غزة مزية شهر رمضان المبارك باعتباره شهر الانتصارات واصلت فعاليات شعبية أردنية حراكها التضامنية مع قطاع غزة في الجمعة الأولى من رمضان وللأسبوع الثالث والعشرين على بدء العدوان على قطاع غزة لترفع صوت الاستنكار ضد جرائم الحرب والتجويع التي يرتكبها الاحتلال إذ نادى المشاركون في المسيرات التي جابت المملكة من شمالها إلى جنوبها بضرورة وقف إطلاق النار وكسر الحصار عن القطاع وتسريع إدخال المساعدات الغذائية والطبية الحقيقة الشعب الأردني رغم الصيام هو يخرج اليوم بالآلاف ويؤكد هذا الموقف مع دعم غزة ويؤكد أيضا أنه لا يمكن المساس بالمسجد الأقصى حيث اليوم معركة الأقصى تتبدأ من جديد وهي رأس وجدوى الأعمال الأمة ورأس جدوى الأعمال الشعب الفلسطيني هذا اليوم شاركنا في مسيرة الهاشمي نصرة لأهلنا وإخواننا في غزة وهذا أقل الواجب الذي نستطيع أن نقوم به لأهلنا في غزة نصرة لهم ووقوفا معهم ونسأل الله تعالى لهم الثبات والنصر والتمكين وعبر مشاركون عن رفضهم لمشروع الميناء الذي تقدم به بايدن في سبيل إدخال المساعدات مؤكدين مواصلة هذه الوقفات والمسيرات حتى وقف العدوان أسامة الخطاطبة رؤيا نفذ قسم الصحة والسلامة العامة في محافظة إربد جولة رقابية على الأسواق بالتعاون مع بلدية إربد والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومديرية شرطة إربد ورصدت الفرق الرقابية مخالفات لدى بعض المحل التجارية والبسطات في وسط إربد لعدم امتثالها للمعايير الصحية والسلامة في تخزين وعرض المنتجات الغذائية واتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين شملت الجولة بعض الملاحم والحسبة والمحلات الخضار تم القيام من قبل الجهة المعنية بمراقبة أسعار الخضار والفواكه التي تكون بمتنامل أيدي المواطنيين وكذلك تم اتخاذ بعض المخالفات الخفيفة تجاه بعض القصابة مخالفات صحية أمل أن نترككم مع الحالة الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة للليلة واليوم والغد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر